اشتركوا في القناة المصادقة على الحسابات الختامية بزيادة 4% في الميزانية وتحقيق أرباح قدرها 286 مليون دولار نتائجنا والحمد لله من أحسن ما يكون زادت الميزانية بحوالي 4% ووصلت حوالي 25 مليار دولار أما إجمال الأرباح التشغيلية فالسنة والحمد لله كسرنا المليار دولار وصافي الأرباح التشغيلية وصلنا إلى 464 صافي الأرباح التشغيلية 464 أي بزيادة حوالي 17% أما صافي الأرباح فقد زادت ب4% إلى 286 مليون دولار أمريكي هذا إذا خذنا في احتساب التذبذب العملة التي صارت بالدولار أما إذا شلنا هذا التذبذب فأرباحنا وصلت إلى 331 مليون دولار أي بزيادة حوالي 20% عن سنة 2014 أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 0.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 728 ألفا و120 سهما بقيمة أجمالية قدرها 159 ألفا و616 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 38 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 80% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر